بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلا ومرحبا بكم مشاهدين أكرام في برنامجكم الإسبوعي بالشفا اليوم إن شاء الله بإذن الله احنا قبل بس ما نبدأ ياريت لو فيه أي اتصال فيه أي استفسار فيه أي تواصل إن شاء الله فيه أرقامة تزار على الشاشة ياريت نتواصل مع بعض لو فيه أي استفسار واليوم إن شاء الله احنا نتكلم عن نكمل موضوع الحجامة الموضوع الحجامة انت عارفين هو موضوع كبير يعني علم علم لوحده يعني علم الحجامة هو يعتبر يعني قسم الطب الجراحي من ضمنة قسم الطب الجراحي في الطب الإسلامي أو الطب النبوي أو يعني الطب التكميلي يعتبر لأن إحنا في الطب الإسلامي يعني فيه داخل فيه أكتر من حاجة من الطب الجراحي داخل فيه الفضل داخل فيه الحجامة داخل فيه دود العلق كل ده إخراج للدم فهذا يعتبر كل ده من طب الجراحي بل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث يعني خير ما تدويتم به الشرطة محجم وشربة عسل شربة عسل وشرطة محجم وكية نار فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فشرطة محجم يدخل فيها كل عملات الجراحية يعني بس مش هيبقى مختصرة على الحجامة أو الفض أو دود العلق بل كل العمليات الجراحية فهي اعتبر شرطة محجم طبعا إحنا اتكلمنا حلقتين كاملين اتكلمنا فيهم عن الحجامة وعن فويد الحجامة وإيه الحجامة دي جيت منين وطاريخها إيه وإيه الأبحاث العلمية اللي تعملت فيها وإيه النظريات اللي تكلموا فيها وإيه تأثيرها على جسم الإنسان وكيف هي بتفيد وأشياء زي ديت وكيف إن هي يعني من اللاجات القديمة جدا ومع ذلك مستمرة حتى الآن لفايدتها لإن البشرية لقيت فيها فايدة ولذلك استمرت حتى الآن اليوم إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن أهم المواضع أهم مواضع الحجامة اللي تعمل فيها حجامة أهم مواضع في الجسم الإنسان يعني فين الأماكن الأسية أو الرئيسية أو الأماكن الهامة في كل الحالات يعني تفيد في جسم الإنسان عامة سواء تعملها علاجية أو أتعملها وقائية بصراحة لما جينا يعني طبعا الواحد الحمد لله يعني بنا فترة كبيرة جدا سنين في المجال دوت فمع الأبحاث والكتب والدراسات اللي موجودة أهم المواضع هي المواضع اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل فيها حجامة هي اللي تشمل أغلب وأهم المواقع اللي تفيد في جسم الإنسان عامة طبعا فيه نقطة مهمة جدا لازم ننبع عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورد يعني أحاديث كثير كثيرة إنه هو احتجم في مكان ما ولكن لازم ننتبه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد يعني أشخاص مننا أين يعني احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقطة بالضبط لماذا؟ لأن كل نقطة من المواضع اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتجم فيها ممكن يبقى فيه احتمال لتحركها اثنين سانتي تلاتة سانتي اربعة سانتي ما نقدر نحدد يقينا لماذا احتجم يعني ورد حديث في البخاري عن عباسب رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به يعني ورد بعض الاحديث ان كان فيه شقيقة او صداع واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولذلك يجوز الاحجامة وانت محرم فهنا احتجم في رأسه وذكر الحديث هكذا طبعا فيه احاديث كتير جدا وردة في الامر دوت ولكن يعني احنا تخيرنا الاحاديث الصحيحة لان فيه احاديث ضعيفة كتير جدا في الامر ده وحديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ده روابا مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه في الوسط وسط الرأس وسط الرأس يعني وسط الرأس بالزبط ده كل التفسيرات اللغوية بتقول إن وسط الرأس يعني وسط الرأس بالزبط يعني كيف اللي هي منطقة موجودة على الصورة منطقة اسمها اليافوخ اليافوخ منطقة اليافوخ دي احنا بنجيبها وسط الرأس بالزبط من مبت الشعر لغاية آخر الشعر بناخد خط كامل وبعد كده بناخد من الأذن للأذن خط كامل والتقاطع هو ده منطقة اليافوخ والإنسان طبعا ليه فيه اتنين يافوخ فيه الأمامية والخلفية لأن اليافوخ ده سبحان الله يعني لما بيجي الطفل بيخرج من يعني في الولادة لازم يخرج من الرحم لازم يتطبق راسه شوية وهو بيخرج فالرأس مش كلها قتلة واحدة لا فيه شقوق في الراس دي فمنطقة اليافوخ دي بتبقى فيها فجوات الفجوات دي طرية لما بتلاقي الطفل كده صغير تلاقي فيه منطقة طرية كده فالمنطقة دي بتبقى بيبدأ ينكمش الرأس شوية كده لغاية ما يخرج من الرحم وبعد كده يرجع الرأس يرجع طبعية وبعد كده يبدأ تلتحم الأمر ده فدي منطقة اليافوخ ورد بعض الأحاديث برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وسق وسق إن كان به وسق الوسق المقصود دي يعني ألم في الورك حصل لكن ما حصلش كسر لكن حصل زي كدمة في منطقة الايه ألم في العضل أو كدمة في مكان العضل فده ما بيكونش طبعا كسر يعني وبرضو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل وهنا في الصورة بين الأخدعين اللي هما خلف الأذن دولة والكاهل اللي هو أسفل الرقبة اللي هو الفقر السبعة من العبود الفقر أسفل الرقبة موجود في الصورة تمام طبعا الحديث صححه للشيخ الألباني الرحمه الله وأيضا حديث عن أنا صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر قدمه على ظهر قدمه والظهر القدم يعني بطن القدم ظهرها يعني المقابل له يعني بعد الأصابع دي بعدها مبشرة بتلاقي فيه موضع الموضع ده ممكن يتحرك اثنين سنتي تلاتة سنتي سنتي لأ ما نقدرش نحدد بالزبط لأن ظهر القدم كل ما نتدي اسمه سهر القدم وما نقدرش نقول بالزبط المكان دوت لأننا بنشوف التفسير اللغوي مع التفسيرات الشرعية اللي كانت موجودة في الحديث عشان نقدر نجيب بالزبط النقطة بالزبط يعني تماما ما نقدرش لكن ممكن تتحرك سنتي تحرك اثنين سنتي هكذا يعني والحديث برضو أيضا صححه للشيخ الألباني ففيه خمس مواضع سابتة ليه المواضع ديت دي خمس مواضع سابتة في الحديث صحيحة فيه مواضع تانية كتير موجود بقى عند الأماكن في جنب الكبد وفيه أماكن في الظهر من أسفل فيه أكثر من مكان ولكن الأماكن دي كلها أغلبها حديث ضعيفة لكن هو الحديث صحيحة اللي ورده في الخمس أماكن دولة طبعا الأماكن دولة أهم أماكن يعني للحجامة ليه بقى أهم أماكن في الحجامة نبدأ لأول نقول نتكلم عن اليافوخ ده أهم نقطة في جسم الإنسان اليافوخ اللي هو أعلى نقطة في الرأس أعلى نقطة في الرأس والمنطقة دي يعتبر يعني موضع فيه التقاء الرأس المؤخرة مع المقدمة بتاعتها طبعا مكان مهم جدا لأن فيه بيلتقي فيه الشرايين المخية الأمامية والخلفية والخارجية يعني منطقة غاية في الأهمية يعني منطقة غاية في الأهمية تحتية مباشرة فيه شبكة اسمها شبكة ويلز شبكة ويلز دي أصلا مسؤولة عن النبض والحرارة بتاعت الجسم نبض القلب وحرارة الجسم وفي نفس الوقت التنفس يعني منطقة غاية في الأهمية في أغلب الأمراض في أغلب الأمراض حتى أن بعض العلماء شبه الجسم الإنسان للرأس زي الجزور بتاعت الشجرة جزور الشجرة لقوا أن الجزور الشجرة يعني عمله دراسات لقوا أن جزور الشجرة هي اللي طبعا بتعمل أعملية تفكير بتفكر عشان تبدأ تصلح الأوراق والأزهار فالجزر الشجرة هو اللي بيغزي الشجرة هو اللي بيديها المواد المغزية للشجرة فالمنطقة دي أعلى الرأس يعتبر فيها الشبكة الرئيسية اللي ممكن تغزي الغدى النخمية منطقة فيها مركز الكهرباء بتاعت الجسم الإنسان منطقة مهمة جدا لأن فيها البوادي بتاعت الأعصاب الأعصاب بتبدأ من منطقة دي بوادي الأعصاب بتبدأ من منطقة دي بوابة تعتبر بوابة للحركة الإرادية حركة الإرادية احنا عندنا فيه الجهاز العصبي المركزي منطقة مهمة جدا لأن دا بيقى فيه الجهاز العصبي المركزي دا فيه الأعصاب الإرادية والأعصاب اللي إرادية فالأعصاب اللي إرادية بيبقى فيه عند الجهاز سنبساوي اللي برا سنبساوي اللي هو بيساعد على الراحة النفسية والرلاكسيشن والموضوع الهدوء النفسي والنرفزة والعصبية والاشياد كلها فده لما بيحصل عملية هدوء فيه ويبدأ يحصل عملية ارتفاع لهيرمون السعادة بيبدأ يرفع المناعة أوتوماتيك لأن طول ما الإنسان فيه راحة نفسية فيه هدوء نفسي فيه استقرار نفسي بيبدأ المناعة أوتوماتيك ترتفع عنده فدي من أهم المواضع اللي ممكن تعمل حجامة لما يكون الإنسان عنده سرس عنده عصبية عنده أشياء زيادية غير كده أن فيه الأعصاب الإيرادية اللي هي فيه أعصاب الحسية والأعصاب الحركية فدي مهمة جدا الحجامة في المنطقة دي وغير كده أن هي فيها منطقة فيها يعني ترشيح لمنطقة الأوعية الدموية فلذلك بتبقى لها فايدة كبيرة جدا لما بتعمل فيها الحجامة بتعمل زيادة تروية دموية للرأس بتزود الأكسجين اللي واصل للرأس بتزود المناعة لجسم الإنسان بتزود كمان بتعمل عملية تزبيط للكهرابة اللي موجودة في جسم الإنسان حتى للناس اللي عندهم ضغط الدم المرتفع بتساعد كتير جدا منطقة اليافوخ اللي احنا هي موجودة هي اللي بتلاقي في نص الرأس بالزبط اللي هي مكتوب عليها دي يو اتناق عشرين دي يتأصلا في طب الصيني بيسموها كده دي يو عشرين ودي من المناطق المهمة جدا لأنه بيستخدموها حتى في النسف للنساء لما يكون في النساء عندهم نسف في الراحة المقلمة ده بيبدأوا يعملوا الحجامة في المناطقة دية بتساعد كتير جدا حتى اللي عنده بواسير دوالي في البواسير بتبدأ يتعامل لأن المركز اللي خاص برضه بيأثر على المركز الخاص بالعصاب اللاقراضية اللي موجودة في منطقة البواسير بتساعد كتير جدا في رفع هرمون السعادة فبتبدأ بتساعد كتير جدا طبعا أوتوماتيك لما يترفع هرمون السعادة بيترفع المناعة معاه الناس اللي عندهم كهرباء زي ده مهمة جدا للمناطقة ديت برضه التكويت الزكرة مهمة جدا الناس اللي عندهم الضغط داخل الرأس زيادة بيبقى فيه المخ بيبقى فيه الرأس زيادة بيبقى فيه زيادة في الضغط الداخلي زيادة في الضغط الداخلي ده اللي بيجيب بقى الشقيقة ويجيب الصداع ويجيب المشاكل دي كلها فده مهم جدا غير كده أي اضطرابات هرمونية سواء للرجال سواء للنساء من أهم المواضع هي منطقة اليافوخ منطقة اليافوخ وغير كده لأي بقى مشاكل خاصة ربنا يعفينا بقى بالشلل سواء الشلل النصفي أو الشلل الكلي أو الشلل العصاب السابع ده بتبقى مهمة جدا النقطة دي والشقيقة تمام في عندنا النقطة تاني نقطة مهمة وهي منطقة الكاهل اللي هي أسفل الرقبة أسفل الرقبة ودي تبقى الفقرة السبعة بيبقى هما اللي هي سي سبعة بتبقى الفقرة السبعة من عبود الفقري وفي الطب الصيني هما بيسموها ليه رقمين دي يو 13 ودي يو 14 وطبعا دي يو ديت يبقى عبارة عن خط واهمي بيبقى متصل من الرأس من منطقة اليافوخ بينزل بجوار العمود الفقري لغاية أسفل فتحة الشرق ده الخط بتاع الديو اللي هو في الطب الصيني طبعا منطقة المنطقة اللي تحت الرقبة ديت منطقة من أول تحت الرقبة ديت اللي هي الفكرة السبعة من عبد الفاكري لغاية تلت الظهر دي كلها بيسموها الكاهل حتى يعني أي حد يقولك لما حد بيشيل شيلة يقولك شيلتها على كاهلي على كاهلي يعني المنطقة اللي هي الربع الأخير أو الربع اللي في أعلى الظهر اللي هو فوق التلت الأخير اللي في أعلى الظهر ده بيسموه الكاهل وحتى بعضهم بيسموه الكاهل عشان إن الإنسان لما بيكبر في السن ويبقى يعني اتورد الكلمة كاهل يعني عنده كاهل يعني بيبقى المنطقة البارزة اللي هي الفكرة السبعة من عبد الفاكري بتبدأ تظهر وتبدأ ينحني في المنطقة ديت طبعا المنطقة ديت منطقة نزلة من رقبة كل الأعصاب اللي نزلة من رقبة بتعدي من العمود الفاكري في المنطقة ديت فمنطقة بيسموها عونكو الزجاجة حتى المسارات اللي خاصة بالإبرة الصينية كلها بتمر من المنطقة ديت فبتساعد كتير جدا في توازن الجسم الإنسان في الأعصاب فالمنطقة دي من أهم المناطق لكل الأمراض على فكرة يعني دي من نستخدموها احنا في كل الأمراض يعني في كل الأمراض اللي خاصة بالحجامة دي من أهم المواضع اللي خاصة بالحجامة يعني درجة اللي كان فيها عالم ألمانيا عملها دراسة لأن هي بتعالج أكتر من 72 مرض واحد يعمل الدراسة فلا ان كل الامراض المناعية. فهي بترفع المناعة بطريقة قوية جدا. غير كده ان المنطقة دي اصلا لما بتيجي انت تلعب رياضة اتلعب كتف تلعب دراية اتلعب رقبة. المنطقة الخلفية ديات ما فيهاش اوعية دموية كبيرة. فيها شعرات دموية صغيرة كتير. وعضلات لكن مفيش اوعية دموية كبيرة. غير كده مفيش مفاصل فيها كبيرة. فلزلك ما بتحركش المنطقة دي كويس. الدورة الدموية بضعيفة بعض الكتب بيسموها مسبلة الدم يعني المنطقة اللي بيحصل فيها ركود دموي لما الإنسان بيبدأ مثلا بينام أو بيبقى فيه ضوء في الحركة فبتبقى أضعف نقطة بيمشي بيمشي فيها الدم هي المنطقة الخلفية اللي هي أسفل الرقبة بيمشي الدم بطريقة بركود دموي شديد فلما بتعمل فيها الحجامة بتسعى كتير جدا في أن هي بتنظف المنطقة دي وتبدأ تعمل تنشيط الدورة الدموية غير كده فيه نقطة مهمة جدا تحت النقطة دي مباشرة فيه حاجة اسمها العقدة العصابية النجمية ودي طبعا في الكتب الطبية بتبقى مهمة جدا لأن هي عبارة عن خمس عقد مع بعض متصلين ببعض العقدة العصابية النجمية ديت يعني لها اتصال مباشر بلوزة المخ ذاتها وتحت المهاد فلذلك فيه اتصال مباشر ما بين منطقة اليافوخ وما بين منطقة الكه الكاهل منطقة الكاهل مع اليافوخ من اهم المواضع يعني من اهم المواضع اللي في الحجام منطقة الكاهل بيبقى فيه النقطة العقدة العصابية ديت اصلا النجمية دي اصلا بتعمل ايه دي بتغزي القلب وبتغزي الرئتين وبتغزي الحواس الخمس فمنطقة غاية في الاهمية كل مشاكل حد عنده مشاكل في القلب مشاكل في الحواس الخمس مشاكل في الرئتين مهم جدا لازم يعمل منطقة الكاهل اللي هي اسفل الرقبة اللي هي الفقرة السبعة من العبود الفقري وفيه اللي تحتية كمان لان كل دي منطقة اسمها منطقة الكاهل ولكن اهم نقطة هي النقطة الفقرة السبعة من العبود الفقري طبعا لها تأثير كبير جدا على العواطف والمشاعر لان بيعدي حتى بجوارها كمان العصب العاشر ومنطقة العصب الودية برضو كلها بتعدي من منطقة ديت العصب السمبيساوي برضو بيعدي من منطقة ديت فمنطقة مهمة جدا 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 لان كل اللي يعني بيبقى لها دور كبير جدا فيه تقوية المناعة غير كده فيه في الطب الصيني بيبقى المنطقة دي كانوا بيستخدموها لما يكون فيه أمراض حمى بيسموها حمى أو ارتفاع الحرارة الملاريا الملاريا اللي يتبعوا عن ديه الملاريا مش قصي المرض الملاريا لا كلمة الملاريا دي كلمة قديمة جدا يونانية وكانوا متعارف عليها ان كلمة الملاريا باللغة اليونانية بمعناها يعني ان هي الحرارة الزايدة اللي جاية من هوى فاسد يعني لو فيه مكان هوى فاسد فجاتلك حمى والحرارة ساخنت جسمك ساخن ده معناها ان فيه حمى اسمها حمة الملاريا فكانوا بيعملوا حجامة في المنطقة دي لان دي بتساعد كتير جدا في تصبيت الحرارة جسم الانسان وبترفع المناعة ضد الحرارة الهوى الفاسد اللي جاي من الهوى الفاسد بعد كده بقى عرفوا بعد كده ان فيه حاجة اسمها الملاريا والتفايلات التفايل اللي هو بيجي من البعوضة والاشياء دي كلها لكن هو الهوى الفاسد ودي هتلاقيها الكلمة اليونانية بتاعت الملاريا دي هتلاقي ان هي لها دور كبير جدا في اي فيروسات موجودة اي حاجة بتتنقل من هوى فاسد وتقوم جايب حمى في جسم الانسان فدي على طول بيسموه المناعة فمهم جدا يتعامل منطقة الكاهل اللي هو بيرفع المناعة وبيساعد فيه مقاومة الامراض فده من اهم الاماكن اللي خاصة بيها بعد كده في عندنا الموضعين اللي هو الموضع اللي هو الاخدعين الاخدعين طبعا احنا اتكلمنا في المرة الماضية عن ممنوعات فيه مسلس ممنوع نعمل فيه حجامة اللي هو المسلس الامامي في الرقبة ده منطقة خطر جدا لان فيه الشريان السباتي بيعدي في المنطقة ديت اللي هو لما بيكون واحد مثلا عايزين نعرف هو عنده نبض عايش ميت لقدر الله في شيء فبنحط ايدينا في المنطقة ديت عشان نعرف نشوف النبض الدم بيتحرك ولان الدم بيتحركش فده ده مهم جدا فالمنطقة دي خطر جدا ان حد يعمل فيه حجامة منطقة الرقبة الامامية الرقبة الامنية الامامية لان فيها الشريان السباتي والشريان السباتي طبعا يعتبر بيغزي سبعين في المية من الدم اللي واصل للدماغ هو واصل من الشريان السباتي واصل من الشريان السباتي فاحنا مهم جدا اللي احنا بنبعد بعيد على المنطقة دي تماما لكن الاخدعين بنبدأ بنرجع للخلف منرجع لمنبط الشعر كده في الخلف كده في كورنان كده ده منطقة آمنة لأن الأخدعين فيه أكتر من حركة يعني ممكن تنزل شوية ممكن تطلع شوية لكن أفضل حاجة هي كورنان الشعر كورنان الشعر خلف الأزن كورنان الشعر دوت بيعتبر اللي هي زوية الحلقة زوية الشعر ديت دي المنطقة ديت دي أقمى المنطقة ليه بقى هنا الحجامة في المنطقة ديت مهمة جدا أولا طبعا كل مشاكل الرقبة لو فيه أي تشنجات عصبية أو كلام بين ده في العضل في الأماكن دي لو فيه مشاكل دوخة خاصة حتى الأزن الوسطى والأزن الداخلية برضو بساعة كتير جدا الناس اللي عندهم مشاكل في الدم ضغط الدم المرتفع والأشهاد كلها برضو مهمة جدا المنطقة دي أصلا بتعمل تحفيز للدورة اللنفوية فبتساعد كتير جدا فيه تنظيف السائل اللنفاوي وتساعد الجسم على اللي هو يتخلص من الفضلات في السائل اللنفاوي لأن المنطقة دي بيتجمع فيها الجانب الليمين بيبقى فيه زي مجرى كده بيعدي منه للجانب اليساري اليسار عشان يصب في الأخدع يصب كل الفضلات اللي فضله من السائل اللي هو خاص بالسائل اللنفاوي السائل اللنفاوي ده زي الصرف الصحة بتاع جسم الإنسان فده بيجمع من الجسم كله بيبدأ يتنقل من المنطقة ديت عشان يبدأ الجسم يلفظه في الطب الهندي المنطقة دي كانت مهمة جدا فيه تنظيف الدم تنظيف الجسم من السموم الموجود فيها ينظف الجسم من السموم الموجود فيها فكانوا بيعملوا فيها دود العلق في المنطقة ديت أو يعملوا فيها حجامها فبتساعد كتير جدا في تنظيف لأن ده يعتبر المنطقة ديت نهايات دور الجهاز اللنفاوي في المنطقة ديت الدورة اللنفاوية بتنتهي في المنطقة ديت غير كده حتى بتساعد كتير جدا فيه الضغط الجمجمي يعني الضغط الداخلي داخل الدماغ برضه بتساعده كتير جدا بتعمل له هدوء المشاكل السمع والأزل والدوار والدوخة والطنين كل ده بفضل الله المنطقتين دولة بيساعدوا كتير جدا في الأمر ده مشاكل العيون سواء بقى التهبات المية زرقة برضو بتساعد كتير جدا فيها الضغط اللي موجود على الشبكة أو فيه ضغط على العين برضو بيساعد كتير جدا في المنطقة دي عشان نجا تقولنا اللي فيها العضلات بتاعة الرقبة وطبعا وقلم الأطراف لما بيكون فيه قلم في صداع أول حاجة نفكر فيها يعني كده كل كتب الطب ستين في المية من ألم الرقبة ألم الإصداع بيجي من الرقبة بعد كده ممكن نلاقي بقى أربعين في المية ممكن نلاقي بقى من حاجة تانية ممكن تبقى جاية من العين جاية من الأزن جاية من مشكلة حتى لو جاية حتى من صبع الزوائر جاية من الغازات جاية من انتفاخات من إمساك فأول حاجة ندور فيها هي مشكلة الرقبة لما يكون واحد عنده الضاع أول حاجة ندور فيها هي مشكلة الرقبة فلذلك الرقبة مؤمة جدا المنطقتين اللي اغدائين دولا دول مهمين جدا اللي عنده ضغط الدم مرتفع حتى اللي عنده الغودة الدراقية عنده التراب في الغودة الدراقية عنده ربنا يعافينا شلل سواء نصفي او كل عنده مشاكل في تنظيم ضغط الدم برضو المنطقتين دولا مهمين جدا طبعا الكلام ده نبنتكلم ان ده مهمين جدا ولكن الاخصائي المتخصص في الحجامة هو اللي هيحدد هل انت عايصرح لك اصلا نعمل لك فيهم ولا لا يعني هل انت صالح اللي يتعمل لك حجامة فيهم ولا لا لكن في الاساس هم مهمين ولكن مهمين للحالات ديت ولكن في فرق ما بين المرض وما بين المريض في فرق ما بين المرض وما بين المريض فما فيش حاجة اسمها ان انا بتكلم عن المرض كعامة لكن لما اجا اتكلم عن مريض ده حاجة تانية فالمريض بيبدأ الطبيب المتخصص هو اللي بيبدأ يشخص الحالة ويبدأ يقول له هل ده يصلح لك او ده لا يصلح لك برضو الشقيقة والتوتر والعصب يكلام من ده برضو دي مهمين جدا اللي عنده مشاكل في الكهرباء ازاي ده برضو المنطقتين دولا مهمين جدا تقوية المناعة برضو عيساعده كتير جدا في الامر ده طبعا احنا هتلاقي تقوية المناعة احنا قلناها في الكاهل وقلناها في اليفوخ وقلناها في الاخدعين اللي هم خلف اللي هم طبعا احنا بنحاول على قد ما نقدر ان نبين ان الامور دي لها امية فايدة كبيرة جدا لان دي اهم مواضع للحجامة وسبحان الله يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيها حجامة طبعا نبي صلى الله عليه وسلم عمل حجامة في نفس الاماكن دي وما وردش اي حديث يتكلم ان الحجامة في المناطق دي بيتفيد في كذا ولكن دي كل دي فوايد طبية كل دي فوايد طبية عشان ما حد يحسب ان دي حاجة شرعية ان دي لازم تتعامل عشان كذا لا دي حاجات مش دي حاجات كلها مجال طبي بعد ما عملوا دراسات على الأماكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيها حجامة فلاقوا الفوايد دي كلها بفضل الله سبحانه وتعالى من أهم المواضع برضو رابع موضع وهو المنطقة الهامة منطقة الهامة اللي هي منبت الشعر آخر منبت الشعر دي وآخر الجبهة يعني آخر الجبهة وآخر الوجه يعتبر ومنبت الشعر وبيسموها الناصية أو بيسموها الزقابة أو بيسموها النافعة منطقة مهمة جدا يعني منطقة الهامة دي من أهم المناطق اللي خاصة بالناس اللي عندهم حتى مشاكل في العيون في الجيوب الأنفية لأن فيه الفصل الأمامي اللي هنا للمخ بنفس تحتيها على طول مباشرة المنطقة دي أصلا الفصل الأمامي المخ هو مسؤول عن الحركة والسلوك مسؤول عن الحركة والسلوك فمنطقة مهمة جدا أي اضطراب في التصرفات والسلوك خاصة الناس اللي عندهم توحد الناس اللي عندهم سلوك عدواني الناس اللي عندهم اللي بيشرب مخدرات او ادمان مضمن على المخدرات لان ده تفكير غير سوي تفكير غير سوي اهم حاجة الناصية الناصية دي من اهم المناطق اللي بنعملها فيها تفكير السلبي حب القتل حب الظلم وحب السرقة الاماكن دي بتساعد كتير في تنظيم الكيمية الدماغ اللي بتخليه يبدأ يبقى عنده هدوء نفسي في الامر دو مش هتغيره من سلوكه يعني هتخليه بسلا من كافر اللي بقى من لا هو النقطة انه هتخليه يحصل عملية هدوء نفسي بحيث انه هو يقدر يفكر بتفكير متزن فكر بتفكير متزن فدي الناس اللي عندهم توحد بتفيد كتير جدا ودي جربناه كتير بتفيد كتير جدا في الامر دوت فدي اعتبر من اهم المناطق اللي هي من بتشعره ومكان السجود بتفيد كتير جدا الناس اللي عندهم رعاف مثلا جاي لهم الانف بنزل دم او كلام من ده برضو ده بتفيد منطقة الهامة بتفيد في الامر دوت الناس اللي عندهم ضغط مرتفع برضو بتفيدهم الصداع النصري والشقيقة برضو بتفيد في الامر دوت لو جاي من طريق الانف او جاي من طريق العين برضو بتفيد في الامر ده برضو منطقة يعتبر في الطب الصيني كانوا بيعملوا هنا فيه في المنطقة ديت فيه عرق كده العرق دوت هما لما بيكون كان الناس اللي عندهم شقيقة وعندهم صداع شديد بيبدأوا هنا يعملوا زي يعني شرطة هنا بحيث يسقب العرق اللي هنا في عرق نوات في الراس هنا بالزبط مكان السجود العرق دوت أصلا لما بيبدأوا يسقبوه وينزل شوية دم بيبدأ في الطب الصيني بيبدأ ينزل يخليه يبدأ يعمل هدوء ويخلي الشقيقة تروح على طول فضل الله فده من الحاجات المهمة وبيعالجوا بيها كتير يعني دي موجودة كتير يعني يمكن بعضنا يعرف الأمر دوت يعني في المنطقة دي بالذات بس مجرد شرطة هنا هوت مع العرق العرق يبدأ ينزل شوية دم اللي بيسموه فضل يعني يبدأ ينزل شوية دم بقى كي يبدأ يبدأ يفضل الله سبحانه وتعالى تلاقي الأمر طيب جدا يعني بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم عمل برضو في ظهر القدم ظهر القدم يعني بعد الأصابع المنطقة اللي بعد الأصابع ديت دي ظهر القدم ودي بتفيد كتير جدا للناس اللي هما عندهم أملاح زي ده النساء اللي عندهم اطراب الانقطاع في الدورة برضو بتفيدهم كتير جدا الناس اللي عندهم عرق النساء بتفيدهم كتير جدا مشاكل بقى تنميل القدم والدوالي القدمين المشاكل زيادة العرق في الرجل التعرق العائل زياد في مشاكل الفطريات لو في أي التواء أو في ألم أو كلام من ده برضو بتعامل حجامة على المكان دوت اللي هو ظهر القدم ده منطقة مهمة جدا برضو للأمر دوت وبتفيد في مشاكل الهرمونات للنساء كتير يعني يعني اللي بنعملوها كتير في الأمر دوت بتفيد كتير جدا يعني طبعا بعد كده عمل نميس صلى معالة الورك من وثق كان به يعني اللي هو اللي قلنا زي كدمة يعني أو ألم ففي الحالة ديت بيفيد كتير جدا لأن ده بيبدأ يزيل لو في كدمات الخلايا الميتة والخلايا الكبرت في السن والأشياء دي كلها ويبدأ يزود يعمل عملية تروية للدم في المكان دوت وينشط دورة دموية فده حاجة مؤممة وكويسة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى فدي كانت أهم المواضع اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل فيها وأهم المواضع على الحجامة على الإطلاق يعني على الإطلاق يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لها فواية كبيرة جدا يعني ولكن طبعا كل واحد بنشوف اللي نسبه على حسب المشكلة المرضية اللي موجودة وعلى حسب جسمه وعلى حسب مشاكله الجانبية التانية يعني فدي بيحددها طبعا ايه المختص في الأمر دو فيه أسئلة كتير جدا عن الحجامة فيه أخ بيسأل بيقول أنا عمري خمسة وعشر خمسة واربعين سنة وعندي ارتفاع ضغط الدم وكتير بيزعجني حرارة القدمين حرارة القدمين فما علاقة ارتفاع الضغط بحرارة القدمين وهل الحجامة مفيدة في علاج ضغط الدم وحرارة القدمين أرجو التكرم بالرد جزاك الله خير طبعا بالنسبة لارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم احنا تكلمنا بكده حلقة كاملة عن دفاع ضغط الدم وقلنا لدفاع ضغط الدم يعتبر عرض مش مرض لان بيجي من اسباب كتيرة جدا ممكن يجي من كوليسترول ممكن يجي من دون سلاسية زايدة ممكن يجي من زيادة املاح ممكن يجي من السلسة العصبية التوتر العصبي ممكن يجي من ضيء في الاوعيات الدموية سواء بقى في تراكمات من الكوليسترول عليها او تصلب في الاوعيات الدموية ممكن يجي من ترصبات في الشوارد الحرة لما تتلصب على الأوعية الدموية فيبدأ ديق الأوعية الدموية أو اختلال في الدورة الدموية عمتن يعني سواء بقى جاية من طريق القلب أو جاية من طريق الكيلة فده بيبقى اختلال في الدورة الدموية كل ده ممكن يؤدي لإطراب في الضغط الدم وممكن يعمل ربنا يعفين الصلاوات في الشرايين وأشياء زي كلها فالحجامة عليها دور كبير جدا في ضغط الدم ولكن مهم جدا اللي يعمل الحجامة طبعا بيبقى هو متخصص عارف بيبدأ يشوف الموضوع جاي الأساسه منين وجاي ضغط الدم منين وعلى أساسه بيعمل الأماكن الرئاسية مع الأماكن اللي هي مسببة يعني متسببة فيها ضغط الدم ومن أهم المواضيع اللي بنعملها في ضغط الدم هي منطقة الكاهل وأسفل الظهر في منطقة اسمها مسلس النساء دي بنعمله دوعا ده برضو بيهدي الضغط وبيعمل عملية انتظام في الضغط حتى ممنوع للناس اللي عندهم أنيميا واللي عندهم فارد دم بنعمله فيهم طبعا الحرارة السخونة اللي موجودة في القدمين دي غير ما لهاش أي علاقة بالضغط الدم دي ممكن يكون فيه ناقص في الفيتامينات بي 12 ناقص الضغط على الأعصاب الترافية ممكن يكون عنده مشكلة في السكر فده عمل ضغط في الأطراف الأعصاب الترافية ممكن يكون عنده كسل في الغدة الدراقية برضو ده يعمل له مشاكل في الرجل ويعمل له سخونية في الرجل ممكن يكون عنده بيدخل فده يزود له التهبات في الجسم فأوتوماتيك هيعمل التهبات في الأطراف العصبية فيعمل برضه السخونة دي ممكن يكون فيه عنده زيادة أملاح فبرضه بيعمل سخونية في الرجل ممكن يعمل الأمر دوت ممكن يكون عنده ارتفاع في حمد اليوريك برضه بيعمل مشكلة دي ممكن يكون عنده فيه فطريات في رجله تمام كل الحاجات دي ممكن تأدي لأنه بقى فيه سخونة في الرجل فإيه العمل أول حاجة بيعمل فحوص فحوصات يروح يعمل تحليل ويبدأ يشوف هل فيه مشكلة في السكر ما أثر على أعصاب هل في مشكلة في الأملاح هل في مشكلة فيتامين بي 12 وبعد كده على أساسه بيبدأ ياخد العلاج سواء بقى علاج طبيعي أو علاج كميائي والمؤمن هو ياخد العلاج الخاص على حسب المشكلة بالنسبة للقدم والحجامة الأفضل يعمل حجامة على ظهر القدم دي برضو بتفيده في الأمر دوت ولكن بعد ما يعرف إيه المشكلة بالظبط بعد ما يعرف إيه المشكلة الحجامة احنا بنساعد معها ما في حاجة تأخذ تأهم الحجامة تقطع الدواء احنا بنحاول يعني ده كل أشياء كلها مكملة كله بيكمل بعضه ما نقدرش نقول لا وقف الدواء ويعمل بس حجامة لا الحاجات ديت بتبدأ بعد ما انت بتعمل حجامة بيبدأ الطبيب يكرر هل الحجامة أو بعد ما عملت الحجامة بدأ الأمر دا يتلياش عندك والأمور بقت معانا الأخ الراجي من المغرب اتفضل أخي اتفضل يا أخي السلام عليكم دكتور عليكم السلام عليكم وركاتي و اهلا وسلام بك. جزاك الله خيرا. اهلا بك يا اخي الله بارك فيك الله يحفظك. ليسوا لين? اتفضل تفضل. السؤال الاول ما هي الاسباب التي جعلت الحجيات المتشر في العالم بي سي بدل بابر صينية. تمام تمام. السؤال سؤال تاني. تمام. اه كم ملكاس يمكن لنا نوضع الجسم في حصة واحدة. تمام جزاك الله خير. تمام. في اي شيء تاني? جزاك الله خيرا. جزاك الله خير على التليفون. جزاك الله خير. طبعا بالنسبة للحجامة ايه اللي خليها تنتشر في الحجامة اكتر من الابر الصينية? طبعا فيه فيه حاجة بس احنا لازم نبقى عندنا ضابط شوية. انا بنيجي نتكلم كمسلمين يعني يا عماتني يعني. احنا بنتكلم عن المرض. بالنسبة لنا احنا المرض ده خلق من خلق الله سبحان تعالى. بيسلطوا على من يشاء من العبادة. فالله سبحانه تعالى هو اللي بيقدر المرض. واحنا عندنا يقين بان الله عز جل هو اللي بيرفع المرض. كل اللي بنعمله دي اسباب. ولازم يبقى عندنا يقين بكده. لان مفيش حاجة اسمها اللي نتعلق بالاسباب. لك نتعلق برب الاسباب. هي دي اهم نقطة في الطب الاسلامي عماتني. دي مش موجودة في اي طب تاني. طب الاسلامي بيتعلق برب الاسباب. مش بيتعلق بالسبب. ولكن احنا كل اللي بنعمله دوت عبارة عن اسباب بنقول. الاسباب ديت قدت لشفاء من بعض الامراض. هي وسيلة. ولكن مش هي دي الاساس. ان الاساس حتى لما جيه العلماء اتكلموا في نقطة ان العلاج هو عبارة عن امر مباح. وبعضهم قال المشروع. وبعضهم قال ان كان يعني يعيقك عن اقامة الواجب هو واجب. يعني بيقترن يعني هو لو كان يعيقك عن مثلا اقامة الواجب هو اعتبر واجب. ولكن فلذلك يعني على مر العصور للمسلمين من اول ما بدأ المسلمين يهتموا بتجميع المجال الطبي وبدأوا يبدروا ينشروا في العالم الناحي الشرعية الاسلامية اللي خاصة بالمجال الطبي. عندهم ضوابط مش موجودة في اي حد في العالم. اي اي قوم اخرى يعني اي اي مجموعة اخرى او اي حضارة اخرى زي ما بيقول لك ان كانت فيه حضارة اخرى يعني. لكن الحضارة الحقيقية هي حضارة التي تتم بالانسان. وتهتم بان الانسان متعلق هو في الارض. ولكن متعلق برب السماوات والارض. هو متعلق بكده. على قدر ما انت متعلق برب السماوات والارض. على قدر ما يأتي الشفاء. ويأتي العجلة الله عز وجل يعني يرزقك الامر بالشفاء وفي نفس الوقت الى احنا المارجو بتاعنا ان الله يعني ان الله اذا احب عبدا فالابتلاء ده امر يعني الله سبحانه وتعالى هو اذا احب عبدا ابتلاه يمكن نفسه الله سبحانه وتعالى يسمع صوتك عايز يسمع صوتك بالدعاء يسمع صوتك بالبكاء يسمع صوتك انت تلح عليه ان الله يعني يحب العبد الله رهوح لكن ده مش موجود في أي طب تاني فالذلك الطب الاسلام احنا بنتحرج quando بنتكلم بيبقى عندنا يحرق لما نجي نقول الطب الإسلامي أو الناس بتبقى بتتكلم بتستنكر الأمر يعني انت زي تقول طب الإسلامي فيش حاسمة طب إسلامي ازاي أنا لازم أقول طب فيه طب إسلامي كل الحضرات بتقول لي فيه طب هندي وطب غريقي وطب يوناني وطب صيني وطب هندي أنا مش قادر أنا أقول فيه طب إسلامي لا فيه طب إسلامي العلماء المسلمين من أول ما دخل الإسلام على الجزيرة العربية وهم عطوا لكل الحضرات اللي هم مش رايينه في أي حتة تانية يكفي ان هم علقوهم برب الأسباب دي الوحدية هي طب الاسلامي الطب الاسلامي يعني المقصود بي الدوابط الشرعية ان يكون في دوابط شرعية في الطب الاسلامي الطب الاسلامي مش معناه لانا ما اخدش الدوا طب الاسلامي يعني يكون طبيب جراح مسلم بيتعامل بالاسلام يعني ايه بيتعامل بالاسلام يعني عنده ضوابط شرعية في التعامل مع المريض يتقل لعز جل في المريض يدي له الأشياء اللي تفيده يكتب له الدواء اللي يفيده لما ييجي يعمل عملية جراحية يبقى عنده ضوابط شرعية في العورات أنا لما يكون في طبيب بيدرس بالعشر سنين والاثنشر سنة عمال يدرس كتب أقل كتاب ألف ألف ورقة ولا تسعمائة ورقة مش قادر يمسك لي ملزمة فيها الضوابط الشرعية للطبيب المسلم كلها حوالي مئة وعشرين ورقة بس مئة وعشرين ورقة فيها الضوابط الشرعية للطبيب المسلم لما طبيب عمال بيفتخر يعني للأسف لما تلاقي واحد بيستنكر يقولك انتوا عايزين ترجعونا للتخلف تخلف كيف تخلف هل التخلف اللي أنا أرجع للأمور اللي أنا أعمل ضوابط شرعي لكل أمر موجود في الدنيا يا أخي لازم أعمل ضوابط شرعي لكل أمر موجود في الدنيا أنا مش موجود في الدنيا عشان الدنيا الدنيا معمرة للأخيرة معبرة للأخيرة فلذلك دي من أهم الحاجات اللي موجودة في الطب الإسلامي إن أنا أتعلق برب الأسباب والحجامة ليه انتشرت انتشرت خاصة لما بدأوا حتى diğer الماكن اللي أنا اتكلمت عليها ديت لما يجي يبحثوا العلماء ليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل فيها الله أعلم هو عمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل هو لقوة الطب العربي في الوقت دوت هل لقوة الطب العربي في الوقت دوت هم عملوا فيها هل هو الاختار من الحجام يعمل فيها الله أعلم أنا ما نقدر نجزم بالأمر دوت ولكن اللي وارد النبي صلى الله عليه وسلم عمل في الأماكن دي والأماكن دي أثبت أن فيها فايدة ونفع كبير جدا للأمة الإسلامية أو لكل المسلمين أنا عملت الحجامة لأغلب ناس غير مسلمين عملت الناس مندوس وعملت الناس غير مسلمين كتير وكلهم فضل الله استفادوا لكن النقطة في إيه النقطة إن الحجامة هي بنقول هي شيء مكمل الحجامة كان فيه عالم ألماني كان أصلا بيتعامل بالإبرة الصينية جاء عمل دراسة على المكان الإبرة الصينية ليه الأخ هو بيسأل هنا بيقول الحجامة تنتشر أكتر من الإبرة الصينية لأن لما جاء عملوا دراسة عليها لقوا إن النقطة اللي فيها الإبرة الصينية لما تيجي تعمل فيها حجامة بتفوق الفايدة خمس أضعاف خمس أضعاف ليه لان انا بنشط الدورة الدموية وبطلع الاخلاط الموجودة وببدأ اعمل جهاز اللي انفاوه بيبدأ يشتغل بعمل تأثيرات كتيرة جدا غير الابرة الصينية اللي شغالة على الخلل اللي موجود في بعض الدراسات اللي هي خاصة زي مثلا الجهاز سم بساوي البرسن بساوي فهي بتتشغل على ضبط الجهاز سم بساوي البرسن بساوي لو قلنا بالمجال اللي هو ايه الطبيان فلذلك انتشرت الحجام للفايدة بتاعتها بس الحجامة لو تعاملت بطريقة طبية منتازمة بطريقة يعني طبية بطريقة علمية اتلاقي فيها فايدة غير عادية والله مش موجودة في ايه علاج تاني بس تعامل بطريقة طبية منضبطة بالامور اللي خاصة بالمجال الطبي ولذلك احنا لما بنيجي نسقط الامر كل الوصايا اللي نبي صلى الله عليه وسلم وص بيها بالامور اللي خاصة بالمجال الطبي المفروض اللي احنا لما نسقطه على ارض الواقع اللي اتعمل عليه دراسات وقالوا ان هو اصلا مضادة للميكروبات مضادة للجرسيم ده في بعضهم لقوا ان في مواد مضادة للسرطان طيب انا كل جي دراسات معمولة طب حتى طب اشمعنا ببتستنكر على السواك طب السواك مفوش بقى ولا تجريح ولا شرط ولا دم ولا اي حاجة بس هو مجرد عداوة يعني هو بيعادي الامر دوت مش عايز اي حاجة فيها قريبة للمجال ان احنا نفتخر اللي احنا نقول فيه عندنا طب اسلامي او طب يعني عربي على اقل يعني محرجين ليه يعني انا مش عارف يعني ايه محرجين ليه طبعا بالنسبة للحجامة كم كسب ممكن نحطها في الجلسة دي بتختلف من شخص للتاني على حسب الطبيب ما يبدأ يشوف بعض الحالات ممكن اربعة ممكن بعد خمسة ممكن بعضهم تمانية بس على حسب جسم المريض وعلى حسب المشكلة اللي موجودة مع الشخص وقوته فيه سؤال اخر كان فيه اخت بتسأل عن الحجامة وامراض النساء وهي بتشكي من ضعف المبايد وقالت اللي فيه زيد عن دافل الرومينات باجماع الاطباء فبتقول انا قمت بالكشف وعملت التحليل ولكن انا عايز اعمل حجامة ففيه ناس بيقول لي لا ما تعمليش فانا مش عارف اعمل او ما عملش فالحجامة في الحالة دي طبعا هي الحجامة في موضوع الهرمونات طبعا انا مش عارف ايه هرمونات اللي قالت عليها سواء هرمونات الحليب او هرمونات النوسة او هرمونات ايه بالزبط انا مش عارف بس عامة افراز الهرمونات عامة الحجامة بتفيد في تنظيم افراز الهرمونات تنظيمها يعني ولا بتعمل ارتفاع ولا هي بتعمل تنظيم لها غير كده ان هي الهرمونات لما بتبدأ تعمل حجامة خاصة على مطقة الكاهل واشهاد كلها بسعة كتير جدا في تنظيم الجهاز الاراضي ولا ارادي فبتعمل عملية تنظيم برضو الخلل الموجود في الهرمونات ولكن الهرمونات طبعا بيبقى لها دور كبير جدا طبعا الحجامة عادفدها فيزياد التطفق الدورة الدموية عادزدها في التوازن بتاع الغدد لو تعاملت على الغدد وخاصة لو في مشكلة في الغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ولكن مهم تجتنبها وقت ما تكون عندها مثلا فترة حيض او ان هي فيه تعب او وهن او كلام من ده فيه عندها عدوى او فيه فقر شديد ففي الحالة دي او يعني الفقر الدم او كده ففي الحالة دي انا من صحرش اللي هي تعمل الحجامة في الوقت دوت معانا الاخت حنان من مصر اتفضل يا اخت حنان لو سمعت يا دكتور كنت عايزة اسأل بس على علاج الحصر لا الاخت الحصر لا الحصر لا تمام يا اخت طبعا بالنسبة للحصوات اللي في الكلة طبعا برضو دي من الحاجة المهمة على فكرة في الحجامة ان لما شخص يكون عنده حصوات في الكلة في اماكن بتنشط الكلة فممنوع نعمله فيها حجامة اللي لما نتأكد اللي ما فيش عنده حصوات في الكلة لأن لو عملنا له وهو عنده حصوة في الكيلة وهو حصوة كبيرة ممكن تنشط الكيلة تبدأ تحرك الحصوة فتعمل له مسددات وعمل له مشكلة فبرضو ده مش أي واحد يقول لك أنا عندي ألم تقوم عمل له حجامة فيها مش حاسما كده ممكن يكون عنده ألم في المرارة المرارة تبدأ تسكن له أنت تعمل له حجامة بعد سكن الألم الحجام على سكن الألم تبدأ تعمل مشكلة في المرارة ممكن تزود الالتهاب أو أنه ممكن يعمل انفجار في المرارة او عنده مثلا الزايدة فبيقول لك اه لحيطة دي بتوجعني تقول انت عمل له حجامة فالذلك اللي بيعمل حجامة لازم مهمة جدا لازم يكون شخص دارس في الامر ده طبعا بالنسبة للحصوة الكلا حصوة الكلا احنا قلنا بكده في حاجة اسمها زيتون اسرائيلي هو اسمه كده جمعا اسمه زيتون اسرائيلي او حجر بني اسرائيل يسمونه حجر بني اسرائيل او زيتون بني اسرائيل اه ده بيبقى عباره عن حجر كده طبعا ده بيتطحن وبيتحط على بيتحط عليه ليمون ويتاخد على الريء لمدة ثلاثة ايام وبعد اسبوع يتعمل كمان ثلاثة ايام معه بيتاخد على الريء طبعا وبعد كده بيتشرب كمية مية كتير وبيتعمل لازم يتاخد بعديه شعير بعديه شعير او شواش الدرة شواش الدرة اللي هي الشعر بتاع الدرة دوت بنخدوه عشان يعمل ادرار ان احنا لما يكون عندنا حصوى في الكلى عندنا فيه كذا حاجة لازم محتاجينها اول حاجة طبعا نوع الحصوى مهم جدا اللي احنا نعرفه لان فيه انواع من الحصوى فلو قدرنا نعرف نوع الحصوى هنبدأ ندي بعض الاعشاب برضو تانية اللي تقدر تساعد في نوع الحصوى بالزبط لازم نعمل حاجة اسمها مفتت للحصوات يعني الاعشاب نعملها اسمها مفتتات مفتت الحصوات وبعد كده اعشاب بتعمل مدرات للبول منبدأ ندر البول فلما يبدأ يتحرك الحصوى دي لما تتكسل صغير وتتحرك بتعمل اعملية يعني زي سكراتش كده على الجدار بتاع الحالب فطبعا بتعمل التهابات فلازم نحط معها مضادات حيوية بعض الاعشاب اللي تعمل مضادة حيوية عشان تقدر تجبر المكان دوت غير كده لازم نحط حاجة اعشاب بيسموها موسعات للحالب موسعات للحالب عشان الموسعات دي دي عشان لما يتحرك الحصوى دي ما يعملش ايه ما تعملش ما تتسدش في المكان دوت وكده فيبقى محتاجين موسعات محتاجين مفتتات مفتت للحصوى محتاجين مضرات للبول محتاجين مضادات حيوية فبعا دي تركيبة كاملة متكاملة ولكن دي بنقدر نعملها لما بيكون عارفين نوع الحصوى بالظبط ان فيه انواع للحصوى سواء بقى كالسية سواء حجرية او رملية او كده معانا الاخ عمر بن مصر السلام عليكم عليكم السلام وطلع اهلا بيك اخو عام الحمد لله اتفضل دكتور والدي كان عنده يعني برد في المعدة ووجع جاملت في الجسم يعني ما يتعرفش علاج لي عنده برد في المعدة تماما او لكن ما عندهش اي حاجة ما عندهش امر الجانبية يعني ما عندهش دغط ما عندهش سكر ما عندهش حاجة لا ما عندهش طب الحمد لله هو طبعا احنا من افضل حاجات اللي اتطلع برد المعدة الزنجبيل مع القرنفل والكوركم دول تلات حاجات مع بعض بنحط الزنجبيل عبارة عن يعني نص معلقة صغيرة على بالزبط حوالي تلات تلات مصمر قرنفل مع تلات مصمر قرنفل مع ربع معلقة كوركم اصفر بنحطهم مع بعض كلهم بنغليهم ونشرق كوباية دياب بنعملها مرتين في اليوم مرتين في اليوم لمدة خمس ايام فضل الله بتطلع الرطوبة اللي موجودة معانا الاخ رجب من قطر السلام عليكم عليكم السلام عليكم اول مسهلا بيك يا خير الله يحفظك ربكم بخير ها بس عن سؤالين بعد اذنك فضل يا اخي تفضل الله يكلم السؤال اول يعني بسمع دايما عن الايام اللي يفضل فيها عمل الحجامة ودايما الناس تقول بعد الليلة القمرية او في الليلة القمرية المستهى فعايز اعرف ايه افضل موعد لعمل الحجامة نعم نعم السؤال اختاني اذا تبرعت بالدم اه اه يعني اذا انا تبرعت بالدم هل ينفع في الوقت دا او بعدها اعمل الحجامة ولا اه تبرع بعد الحجامة يعني تمام وطبعا احنا قلنا تبرع بعد الحجامة لازم اقل حاجة من الافضل بنخلي بعيد عنه حوالي اسبوع ومع ذلك اه دي بترجع لحسب الشخص ذاته هل هو يتحمل اللي هو يتاخد منه دم ولا تمام وبالنسبة لمواضيع الحجامة المواعيد الحجامة مواعيد الحجامة طبعا فيها حديث كتير وفيها حديث ضعيفة كتير يعني ولكن هو يعني 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 في حديث يعني يعني موجود في اكتر من حديث يعني انا مش حاضر اللي انا اقول اللي هو صحيح 100% ولكن هو فيه حديث كتير جدا بتدل على الامر دوت انه هو يحتجمه في السبعة عشر والتسعة عشر والإحدى وعشرون حتى لا يتبايغت دمها على أحدكم فيقتله فالحجامة في السبعة عشر والتسعة عشر واحد وعشرين في الشر العربي دول احنا يعني مع الممارسة لانه من أفضل التلات ايام الموجودين طبعا بعض الدراسات بقى قالت انه هو فيه مد وجزر في السوائل في البحر وفي المياه فكل حاجة سائلة في الكون كله بيبدأ يحصل فيها مد وجزر فإحنا اصلا اوتوماتيك بنجيب الحجامة بنعملها على وش الجلد يعني هيدوبك طبقة الأدمة ديت في الجلد ديت بنبدأ نشلها طبقة الأدمة دي عشان نجيب بس منطقة الأدمة نعريها بس يعني بنسيل منطقة الجلد دي بس نعري منطقة الأدمة فده بيبقى طبعا فيه مد وجزر فلاقوا الفترة ديت بيبقى كويس جدا بتفيد الحجامة وإحنا جربناها بصراحة التلات ايام دولار بيفيدوا كتير جدا في الحجام يا أفضل من أول الشهر وطبعا بالنسبة للسنة الأفضل يبقى المكان اللي تعمل فيه يبقى مكان معتدل مش المقصود دي لازم يبقى شهر زي ما بيقول نازم في شهر الربيع وفي شهر الربيع على سبيل كالحاجة عامة إن المكان كان بيبقى زمان ما كانش فيه على مكيفات ولا كان فيه أماكن مغلق كان بيبقى عادي خيام وأشياء زي ديت فكانوا بيعملوا في الأيام الربيع على سبيلت اللي الجو بيبقى محتدل فالإنسان الأفضل بيعملها من مثلا مرتين في السنة أو ثلاث مرات في السنة ما فيش مشكلة لأن كل أربع أربع أشهر يعني كل مئة وعشين يوم كرات دم الحمراء أوتوماتيك بيتغير فالفطرة دي بدت بقى كويسة فعم فيه أحديث بقى وردن يوم الاثنين ويوم التلات ويوم الخميس أفضل في أحديث كي جدا ضعيفة فصراحة في الموضوع دوت في موضوع اللي يام ولكن يعني أفضل أحديث يعني وجدنا اللي فيها كرب للصحة هي يوم 17-19-21 في الشهر العربي هتفضل آمان طب تمام يا أخي تمام تمام وعليش يقول لذن يخدم في الوقت دايق طب عمثا احنا في أخ بس بيسأل هنا طبعا الأخت اللي هي بتسأل عن برضو الهرمونات ياريت بس ننصحها بأن هي تعمل مساج اللي هي خاصة اللي عندها مشكلة في المبايد دعف المبايد الأفضل بتعمل مساج ما بين السرة وما بين العانة بيتعامل مساج بزيوت زيت النعناع مع زيت حبة البركة يعني بتعمل بس مرتين في اليوم صوحوا بالليل ومع الحمية الغذائية طبعا لما بتعرف بعد كده المشكلة جاية منين أنا بس معايا سؤال واحد أخير بس في أخ بيسأل عن فقرات ظهرية عنده بتقلمه الفقرات في الظهر بتقلمه وهل ممكن يعمل حجامة ولا ما يعملش حجامة لأن في بعض الناس قالوا له يعمل حجامة ولو عنده سكر هو مريض سكر يعني الحجامة ساعده كثير جدا في أن هي سكن له القلم ستنشط له الدورة الدموية ستطلع له الانتهابات ساعده كثير في الأمر ولكن ستزبطه الفقرات تصبيت الفقرات دوت لازم أو العلاج الإيادوي عشان يبدأ يزبط في الفقرات وفي نفس الوقت ممكن يستعين بالعلاج الفيزيائي أو العلاج الطبيعي يعني والحجامة ساعده في أن هي سكن له القلم على تنشط الدموية ولكن هو عشان عنده سكر فالأفضل لازم يكون تحت إيد طبيب هو اللي يعمل له الحجامة عشان يقدر أنه يعرف يتعامل معاه يعني سواء إيه الأدوية اللي بياخدها بيقدر ممكن يشوف لو فيه تجلط الدموية عنده أو كده ممكن يعمل له بعد كده ممكن يعمل بمادة زي المضادة الحية ويدهين له بعدين ويعمل التشريط يبقى خفيف جدا أو بيعمل بواغز بالإبرة فده برضو مهم جدا للحجامة وبس فيه سؤال برضو كان أخ كان بيسأل برضو عن الأشياء الخطر ممنوع فيها الحجامة فإحنا اتكلمنا قبل كده حلقة كاملة عن موضوع ممنوعات الحجامة وقلنا اللي عنده فقر دمحات اللي قال من تسعة في المجلبين ممنوع يعمل الحجامة غسيل الكيلة اللي بيخسل الكيلة اللي عنده فشل كابدي فشل كيلوي اللي عندك سرطان الدم بكل أنواع وبقى ديت طبعا ممنوع في حلقة كتير جدا ممنوع احنا قلنا عليها ياريت يرجع للحلقة الماضية ويعني بكده ان شاء الله بإذن الله يعني نكتفي بهذا القدر واسأل الله أن يبارك لكم في أوقاتكم ويبارك لكم في أولادكم وأموالكم وان شاء الله نتقابل الزوال القادم ان شاء الله بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة